المدينة التي لا يجوع فيها إنسان عنوان غريب أليس كذلك؟ إذن ما رأيك لو قلت لك أن هذه المدينة عربية؟ أيضا فقيرة جدا مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ المدينة العربية التي لا يجوع فيها شخص أبدا ليست الإمارات ولا الكويت ولا السعودية ولا أي دولة خليجية إنها مدينة الخليل نعم يا صديقي خليل الرحمن الفلسطينية هل تعرف لماذا تقدم هذه الوجبة؟ إن هذه الوجبات التي تقدم من لحم الخروف أو الماعز تتبخوا مع الجريشة الفلسطينية يقدمها الأغنياء من المدينة ومن خارجها على مدار العام تسمى هذه الوجبة بوجبة سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول أهل الخليل أن تاريخ التكيا أي الزاوية يعود إلى عهد النبي إبراهيم الذي وصف بأنه أبو الضيفان التكيا تطعم في اليوم العادي خمسمائة شخص في أيام رمضان تطعم ثلاثة آلاف شخص أي بمعدل خمسمائة عائلة الجميع يأكل منها ولا يرد عن بابها أحد خلال فترة توزيع الوجبات التي تستمر ما بين صلاتي الضهر والعصر من كل يوم استعين فريق العاملين في التكيا وتحديداً في شهر رمضان المتطوعين تخفيف من فوضى الزحام فيما يتسابق المواطنون ويصطفون في طوابير طويلة للحصول على هذه الوجبات الطازجة أيضاً اقتداءاً بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام لإطعام الفقراء وابن السبيل وضيوف خليل الرحمن بالفعل مدينة خليل الرحمن من النادر أن تخرج منها جاءه فكرموا أهلها معروف وبركة سيدنا إبراهيم عليه السلام تراها في أخلاق أهلها فشكراً لكم على المتابعة دمتم في أمان الله